هلو شباب اليوم من مصر تنجاز مهام مثل باقي المناصات ان انشاءنا على قناة الشخص يحب يسجل على حقا لرابط بالوصف سيطلب منك ان ابلية تلكتونية وتعيد السوق المستير وتعيد كتابة سوق كود للإسحاب مكون من 6 أرقام فقط والكود هل خليه مثل ما هو بعد الغد عليه وسجل عندي حساب على سجل الدخول واقع من الباقة شرحوا اياكم بعد ما نشرت حساب وسجل الدخول راحبت عندك المقابل بشكل هذا من ناتجة تغيير اللغة هنا سيكون عندك الإداعات والانسحابات هنا المحفرة وهنا الدعم وهنا تطبيق الخاص بهم حاليا اسوي إثبات سحابة توجهنا على المهام راح تطلع عندي هنا المهام موجودة مثل ما شوفون اذا ما ظهرت عندك تنطي رجوع من الأعلى تتوجه تضغط هنا على في اي بي راح يأخذك على المهام او تظهر يمكن المهام تلقائيا مثل ما شوفون تطلع عليه المهام عندي مهمة قيمة دولار فاصل ثمانين ارغط عليها فرقة واحدة انطي سب اعلم ودي اكتمل انقلي اكتمل فحاليا ارجع سوي إثبات سحابة توجه هنا اجعل انسحاب اخذ انسحاب بعد عيقنا على تفاصيل السحاب يقلي هنا اربط المحفرة بعد انطي ادد بعدها اضيف المحفظة هنا مثل ما شوفون وهنا اخلي كلمة الامان وبعد ارغط على سب ميت راح اتم عند الحفظ مثل ما شوفون قلي نجح فحاليا ارجع انطي cancel وبعدها تم عندي ربط المحفظة اضغط هنا اختار المحفظة اللي اريد او اللي اضيفتها اكتب هنا القيمة 1.8 بعد هنا اخلي كلمة الامان بعد انطي سب ميت راح تم عندي سحابة القائمة مشوفون قلي نجح فحاليا ارجع عكما تفاصيل باقي الموقع ما بين توصني الدفعات لو اجيت وجهت هنا على البي اي بيات راح تشوف انه ياخذني على تفاصيل البي اي بيات هنا انا حاليا فعلي اللي هو في اي بي 1 ينطيني مهمة واحدة بقيمة 1.80 اما عندك هنا اللي هو في اي بي 2 يكون تفعيلة 51 ينطيق ضغط واحدة او مهمة واحدة بقيمة 79.70 في اي بي 3 راح يكون اشتراك 201 ينطيق مهمة واحدة بقيمة 40 هذا الكلام يطبق على بغا البي اي بيات الموجودة بالاسفل اذا انت حبي تفعل في اي بي تلقط على جوني نا وبعدها راح ياخذك هنا تنطيق وان في اربع على تاخذ هذا العنوان او البر كود تحول علي الاموال وبعد ما تصدق الاموال راح يتفعل عندك البي اي بي تلقائيا واشخصي خليه داع تكون مسؤولية الشخصية اما هنا بخصوص التيمة والفرقة سيكون عندك هنا بلا Eisفل ستشوف ان هنا ينطيق قوة دعوة خاص بك وهنا سيكون عندك الوقت داعوة خاص بك هنا سيكون مجموعة الناس اللي السجلات ومجموعة الانسحابات وبالنسبة للتيم او الرب haya Builder سيكون عندك هنا بالاسفل الي هي AIBC والشخصي يخلي اي داع أو وق kittensبع الى داعات اللي هما يخلونه هنا تخرج الزلات ات السبعة لتصليحة الكمل حاليا اتواجه Binans وبعد ما دخلنا المحفرة توجه الى USDT نذهب الى سجل اليداعات نشوف اخر اليداع وصلني فمثل ما يشوفون انه اخر اليداع بقيمة 1.80 حاليا من الموقع شقار او المنصر شقار ما بلاي مشاكل اي شخصي اخر اليداع تكون مسؤولية شخصية واذا كان عندك سؤال استفسار اكتبوا بتعليقات وشرط على الجميع واشوفكم بخير